اشتركوا في القناة 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 وعندما يسوي الخضراء الباقية والتثرمين اللحم كله يطاب عليه الهواء ويتفتح من كيفه شوفون يا حبايف هذا البصل الأحمر وهذا البصل البنفسجي كلهن قصقصتنه يج و راح أخليهن مكاني مثلا اشيل هنه السراح اشيل هنهن علما غسل هذن الخضروات شوفون هذنه بعد ما غسلتهن الفلفل والبيدنجان والشجر يعني هذا الفلفل ماذا رأيي الفلفل لماني قلطانه بيها شوفوا مثل السواد بيها فقصيتها وش راح أخلي بقاعدتها القصيتها راح أخلي هذا القبق مع الطماطة على مود من أخلي بيها الحشوة مالت الدولمة ما تطلع أوت يعني ما تطلع قبل خليتها الطماطية خليت لها من جوة تعطل زمل الفتحة اللي مفتحت بالبيدنجانة يا بيدنجانة يا حبايب يا حبايب ما اسمها الفلفل الفلفل وهسا شوفون اخلي قاعدة للبيدنجانة والشجر شوفون على ما من أحفرها حتى ما تطلع قبل الستينة أخلي بيها قاعدة شوفون يا حبايب مرات يعني ستينة تضرب على القاعدة وتروح شوفون هذا ايدي مني طلعتها وهي بها قاعدة يعني هينش تعلمين ان الصغيرونات مو الصغيرانات الصغيرونات واللي أول مرة تحب تسوي دول موحدها شوفوني أنا جاي سوي لتتفاصيل يعني أشرح لتتفاصيل شوفوني حبايب هذا البيدنجان والله هذا البيدنجان والله هذا الشجر بس أنا علموا شنو أثرم الشجر يعني أثرموا هذي ناعمة مو مالة مو مالة حفر ما تنحفر هذي ناعمة شوفون هذي ساعة مالبيدنجان سويت الشن شوفوني حبايب شون ساعة هذا قبل كنا نقعد قبال أمي وأختيت شبيرة من شنة جهال عاد من يسوي نهيت ينطننا كل واحد ساعة ونقعد قبال أمي وأنا من البيدنجان تناخذ ساعة هذي الساعة عملت البيدنجان حبايب قلبي شوفوا بعد ما حفرت وكملت شوفوا شون بسهولة يطلع البصر وهذا الغشاء هم ألف بيه ألف بيه دولمة الغشاء هذا الجاية يطلعوا بالأخص من البصر الأبيض والأصفر يطلع غشاء هم ينائي إذا نشك ذي بيه بس إذا ما نشك هم ينائي تقدرين تحشين بيه حشوة مالة دولمة شوفوا هذا البنفسجي شون بصر حلو شكله يعني سبحان الله يعني ما شاء الله يا ربي الحمد لله والشكر على هذا النعم الفضيل الحمد لله والشكر اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعني سبحان الله شوفوا هذا لحم وشحم ولحم بصفحة مع سوى الفلتين علي هنا الكهرباء مقطوعة هنا الكهرباء مقطوعة واني جاي أسوي الدولمة والله بعدين عندي محضرة طعام يدوية طلعتها وبديت يعني بيها أسوي يعني أول عد ما بديت يعني أثرم بيها جت الكهرباء يعني سبحان الله والله يعني ثرمش بيها شوية عاد جت الكهرباء بعدين قلت أكمل نصب هذي ونصعد على الكهرباء شوفي هم تثرم زيان يعني تثرم شون ما تجينها تثرم لش يعني الليدوية أحس بيها أحسن من الكهربائية لأن الكهربائية مرات يعني تمرد هنمرد ومرات لأ يعني مثلا إيدش ما ما أخذه شوحي شي يعني مشون مو شوح يعني شون إيدش مدش لونه المهم يعني تعصرها قوية تمرد لتياها شوفي هنا خليت على الدجاجة بعد ما طرست يعني سلقت خليت عليها لمندوزي وملح وخليتها فوق عضود السلج تا ألف الدول ما فوقاها خليت كثير عضود السلج تا شنو يخاف يعني ينحرق حتى ما تلتجع أو تلزق بالجدرية يعني مرات يعني الدول ما ترمو دائما تلتجع تطلع لاتجعه مرات تطلع لاتجعه شوفون يا حبايب هذا عاد حطيت البهارات مالات الدول ما يعني أنا كيفي هاي بهارات تعجبني أنا أحطها هسه بس أنا ما أحط هسه بهارات كثيرة على مد أخلط أخلط وبعديهم الشحم واللحم ما خليهم هسه خلي أخلط الملح والليمندوزي والبهارات وياهن ويا الحشوة وبعديهم أشيل بذيت شطاسة شوية منها شوفون يا حبايب هذا المو مثرومة زيان أخرها بصفحة الطماطة بعدين أثرومها وبس تشينها عادي هنا وأرجحها أرجحها وين أرجحها بالحشوة أخليها يعني أكثر طماطش قد ما أخلي يعني أسوي دول ما أخلي طماطة يعني أكثر شيء أخلي طماطة شوفون يا حبايب هاذا شلت من الحشوة هذي بهذي شطاسة وهذا الطماطة شوفون راح أثرومها ناعم وأرجعها ذبها فوق الحشوة أكثر شيء كثير إذا تحب أن الدولمة صير طيبة كثير لها شحم ولحم وطماطة الطماطة أنا أحس الطماطة هي طيبة دولمة وهذه بابريكة حارة راح أحط مدام شلت بذي شطاسة هذا بابريكة حارة أنا أحبها يعني حادة الدولمة حادة طيبة صير وحموضتها أنا ما أخلي وهاي الفلفل أسود أنا ما أخلي حموضة كثير بيها مالتها حامضة نشاز لا حامضة ومالحة يعني متعادلة في الملح والحموضة مالتها شوفون هسا خليت الشحم ولحم وهذا الكركم أنا دائما أخلي كركم ليش؟ يعني الكركم هم ينطي طعم بيها ومن أنت مثلا مخليها طماطة كثير راح يصير لونها لونها دولمة كل الشكله يعني شكله يشهي وطيب يصير إذا تحطي نكركم شوفي راح أحط قليل شفتني يعني نس خاشوقة معجون خليت نس خاشوقة معجون عليها وهسا بعد ما كملت راح أجي أخلي عادي أنا بهذه أخلي بجدرية صغيرونا هذه أسوي ألف فيها شوية ليش؟ لأن بهذه يريدونها حامضة حموضتها ظاهرة ويدون معجون زايد وما يدون بهرات زايد فأخلي بجدرية صغيرة نشوفهم يا حبايب هسا بعد ما كملت هسا راح نشيلن ونقوم نلف أنا وأم أماني شوفهم يا حبايب وإحنا ما جاي لللف جاني خطار خطار من وجاني بنت أخوية و يشوا من أخوية هم نصير بنت أخوية و يشنتهم هم وغريبة هم من قراء ابنا بس مو بنت أخوية ويشتشون و قلت لهم يعني العشاء كيف نعلوا بس ذاهم يعني كل حبايب كيف نعلوا بس ذاهم المالتي قلت لك عادينا عالعشة وظلنا عالعشة عادينا ويما آني جاء لف الدول ما قم تكمل هوجا وظلنا عادينا شلا بتبيهن عالعشة وهسا عينا تأكملت شن عادينا عالسلج والبصل الملون شوفن لا تقولن ماكو بصل ملون أو ماكو بصل أحمر ذاك اليوم آني من قلت وحدة كاتبت لي بالتعليقات تقول لي وينكو بصل أحمر هذا جدا معيون شن ما بصل بنفسجي والبصل الأحمر هو اليابس يمني يسمونه هذا الأول حايل ما يعني ما عرفوا الله شو سمونه البل الأخير طلعت هذين بصرات اليابس هذين برتقاليات هذا نسميه بصل أحمر ما دي أنتو شو سمونه يا حبايب والحاصل هذه دول متنة كملة هذه مؤماني جاي تدفع بها حتى يصير مكان ما شاء الله يا ربي امتلت هذا جدرية شوفوا هذا خلت عليها مي غلاس وهذا الآخر يريدنها مائعة شوفوا يا حبايب شوفوا هذا وشوفوا الدجاجة اش صار بيها والله العظيم والله العظيم اش قط طيبة واش قط طعمة هالدول ما هذي اش سويت هاني حولت يعني صياني سويتها يعني هي كثيرة لا شوفونها هي شي كثيرة ما شاء الله يا ربي بيها البركة سويت هتلت صياني شوفون يا حبايب يعني كل اثنين ثلاثة قاعدين على صينية بس ما شاء الله يا ربي والله العظيم اش قط طيبة تمنيتكم ويا انا والله العظيم حبايب قلبي وانت اندحج انت اقولش انا اقولش شكرا جزيلا على التعليقات الحلوة وشكرا جزيلا على الاشتراكات وعالدعم المستمر القناتي حبايب قلبي شكرا جزيلا التش حبايب قلبي والف هلبة جديدات بنورات قناتي وكل الهلأ بالعتيجات والوسطانيات حبايب قلبي انتن انتن الخير والبركة شوفون هذا حسوني هذا حفيدة اخوية حسوني حبيب قلبي شوفون يا حبايب هذا الدولمة شون راح نسويها وهذا كان عشانه طبعا للعشها وسهمكم العافية والله العظيم تمنيتكم ويانا وسهمكم العافية او الى هنا اقول لكم اعذروني طولت عليكم هذا الفيديو وان شاء الله ما مليت وحبايب قلبي او الى هنا اقول لكم اشوفكم فيديو جديد اخر ومع الف سلامة حبايب قلبي اشتركوا في القناة